ما وراء الخبر الخبر أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان يعلن بعد لقاء وزير حرب كيان الاحتلال يواف جالنت أننا سنعطي فرصة لنكتشف ما إذا كان البدء بتطبيق المرحلة الثالثة في غزة القائم على تخفيض التصعيد وعلى سحب جزء أساسي من القوات وعلى وقف العمليات الكبرى ما إذا كان هذا الخفض للتصعيد سوف يؤدي إلى خفض مشابه للتصعيد على جبهة لبنان ما وراء الخبر وراء الخبر أن الحسابات الأمريكية والإسرائيلية المشتركة التي جرت خلال زيارة جالنت إلى واشنطن أوصلت إلى نتيجة وهذه النتيجة تقول أن الحرب على لبنان إذا ما كانت أمريكية إسرائيلية فهي حرب خاسرة بالتأكيد وأن أمريكا لن تستطيع أن تقدم لكيان الاحتلال في مثل هذه الحرب المساعدة التي قدمتها خلال الرد الإيراني الرادع وفقا لما قاله رئيس هيئة أركان الجيوش الأمريكية الجنرال شارلز إبرازمز لماذا؟ العلم الرياضيات الفيزياء تقوم على معادلات والمعادلات ترسمها خطوط بيانية وجداول مقارنة جلس الجنرالات ووضعوا أمامهم الخطوط البيانية ووضعوا أمامهم الجداول المقارنة في الخطوط البيانية أنهم اتفقوا في اليوم الأول لحرب غزة على تأجيل الحرب على لبنان بانتظار تحقيق الانتصار في غزة وكان حلمهم أن هذا الانتصار سيتحقق خلال أسبوعين أو ثلاثة ما الذي كان عليه الحال في الأيام الأولى؟ في الأيام الأولى كانت غالبية كاسحة في الرأي العام داخل الكيان 94% تؤيد الحرب بحالة من الغضب وبحالة من روح الانتقام كان الجيش في ذروة صعود معنوياته كانت التعبئة لـ 350 ألف من الاحتياط إضافة لـ 160 ألف جندي نظامي يعني أكثر من نصف مليون جندي وضابط جاهزون للقتال كانت الحالة أن المجتمع السياسي في الكيان موحد ترجم ذلك في تشكيل مجلس حرب ضم المعارضة وضم الائتلاف الذي يملك أغلبية في الكناست كان هذا في الداخل وكان في الخارج شارع غربي غاضب متضامن مع الكيان على قاعدة أن هناك قطع لرؤوس الأطفال واغتصاب للنساء وأن داعش بوجه آخر هي التي تتصرف داخل فلسطين وكانت السردية الصهيونية قد سرت في الشارع الغربي طيب وكانت الحكومات الغربية يأتي قادتها إلى فلسطين المحتلة للتبرك من بن يمين نتنياهو باعتباره صانع النصر المقبل بعد تسعة شهور ما الذي يجري الآن الخط البياني للرأي العام يقول أن مؤيدي الحرب انخفضوا من 94% إلى 27% الخط البياني الموازي يقول إن الذين كانوا يؤيدون بن يمين نتنياهو بنسبة 57% باتوا الآن 21% الخط البياني الثالث يقول إن الجيش الذي كان في ذروة الصعود للاستعداد للقتال هو الآن منهك مدمر 48% من ضباطه يقولون أننا لن نجدد العقود للعودة للقتال في الجيش وأغلب جنود الاحتياط فيه يرفضون الالتحاق في القتال في غزة نصف آليات الجيش قد تمت خسارتها في المعارك 10% نسبة التسرب و10% نسبة المصابين بصدمات نفسية تمنع عودتهم للخدمة و10% نسبة الجرحة هذا الجيش المنهك قياسا لما كان عليه في بداية القتال المجتمع السياسي الموحد تفكك الآن وقد انفرط عقده مجلس الحرب وخرج ممثلون معارضة منه مع انسحاب واستقالة بني جانس وإزينكوت هذا في الداخل أما في الخارج فالشارع العالمي الذي بدى مؤيدا للكيان هو الآن شارع صاخب غاضب على الكيان صورة الكيان تنتقل من الكيان المتمدن الحضاري إلى صورة المجرم إلى صورة القاتل إلى وصمة العار لكل من يحتفظ بعلاقات معه فرنسا التي كان رئيسها يزايد على نتنياهو في الدعوة لتشكيل حلف عالمي لاجتثاث حماس يضطر هذا الرئيس نفسه أن يمنع الشركات الإسرائيلية في صناعات الأسلحة من المشاركة في معرض الأسلحة في باريس لأن الرأي العام الفرنسي كان هائجا ضد هذه المشاركة وبالتالي رأي عام عالمي حكومات تعترف بدولة فلسطين حكومات أخرى تصوت لصالح منح دولة فلسطين الصفة العضوية الكاملة داخل الأمم المتحدة انقلب العالم انقلب في شارعه وانقلب في حكوماته إذن الخطوط البيانية تقول إن عوامل القوة التي كان يملكها الكيان في الأيام الأولى للحرب قد تبددت وبات الآن في وضعية إذا كانت تلك العوامل تسمح له بالتفكير في الحرب فإن الجديد منها يمنعه من مجرد التفكير بالحرب مقابلها الخطوط البيانية المعاكسة للمقاومة هذه المقاومة وفق تعريف الاحتلال كانت في عام 2006 تملك بضع مئات من المقاتلين لنقل بضعة آلاف هي الآن تملك عشرة أضعاف على الأقل ولكن مع فارق أن هذه الأضعاف العشرة قد اختبرت كل أنواع السلاح خلال هذه الشهور التسعة في معركة حية وليس في مناورات تدريبية وأن هذه البضعة آلاف قادرة على صناعة مواجهة بروح معنوية عالية لم تكن عندها عام 2006 كانت روح الاستشهاد واليقيم بالنصر لكن لم تكن المقاومة قد اختبرت قتال الوجه إلى وجه من وراء حدود جغرافية ثابتة مع جيش الاحتلال جيش الاحتلال في عام 2006 كان يأتي مزهوا بأنه واثق من نصره هو يأتي لحرب نظامية وليس لاحتلال كي يخشى المقاومة يأتي لحرب نظامية يدخل يحطم يكسر يجتاح ثم ينسحب وبالتالي لا يعطي فرصة لانتظام مقاومة وبالتالي نصره في الجيب وهو يقول طبيعي أن الأمريكي هزم في فيتنام والسوفيتي هزم في أفغانستان عندما كانت المعادلة احتلال ومقاومة لكن في معادلة مواجهة نظامية للحسم العسكري الجيش النظامي المجهز والممتلئ القدرة يربح الحرب حكما الذي جرى عام 2006 هو أن هذه الحكما لم تتحقق وأن هذا الجيش وحدات النخبة فيه وحدة إيجوز دمرت في بنت جبيل لواء جولاني تشتت في عيت الشعب وفي مارون الراس ودباباته دمرت في وادي الإحجير وفي سهل الخيام مجازر الدبابات شهيرة وبالتالي بتلك القوة المتواضعة أمام هذا الجيش المليء بالمعنويات والآتي من ستة سنوات من الراحة ربحت المقاومة حربها فكيف الآن جيش إسرائيلي منهك مدمر المعنويات آتي من غزة بعد تسعة شهور قتال مقابل مقاومة تشعر بثقة بقدرتها بقوتها بتسليحها بخبرتها بعديدها بمعنوياتها من هزم عام 2006 سوف تتكسر رماحه على الرماح في أي حرب يفكر فيها عام 2024 يضيف جدوى المقارن الجنرال إبرامز يقول إذا كانت إسرائيل عاجزة عن مواجهة القدرة النارية الإيرانية ولولا مشاركتنا في رد الرد الإيراني لدمرت إسرائيل تدميرا كاملا فإن هذه المشاركة غير متاحة الآن وثلاثمائة رأس حربي أرسلت إيران بين طائرة مسيرة وصاروخ بينما المواجهة مع لبنان ستحمل آلاف الرؤوس الحربية وبالتالي إسرائيل كانت عرضة للتدمير بثلاثمائة رأس حربي فما بالك إذا كان الرقم عشرة أضعاف ورغم ذلك لولا أمريكا لكانت دمرت أمريكا لا تستطيع الآن أن تقدم هذه المعونة لأن البعد الجغرافي لأمريكا عن المنطقة مقابل الالتساق الجغرافي للبنان بحدود فلسطين يجعل أنه قبل أن تلحق الطائرات الأمريكية لتدير محركاتها من أجل مطاردة الصواريخ ستكون الصواريخ قد وصلت إلى أهدافها سلام القدس لكم وعليكم